عايزك تقولي بشكل واضح سوريو مكمل مع الزمالك ولا لا؟ بس بمناسبة حمزة النوري لو تفتكر احنا من شهر وقلنا ان هو مطروح في السوق المصري وكان في مفاوضاتنا على فرامتز لكن وقفت يعني وسوريو بعد ما الزمالك خلص مشاركتها كريم في البطوالة العربية اتكلم مع العيبة احنا عندنا عشرين يوم اجازة انا عارف ان انتو بقى لكم كذا موسم الموسم متلحمة ومحتاجين فترة راحة كبيرة فانا عشرين يوم اجازة عشان كل اللعبة تفصل وتبدأ في النية تقدر تستعيد يعني لوقيتها البدنية وتاخدوا راحة محترمة وقال لهم كده صراحة قال لهم انا الخمس ايام الجايين متواجد عشان اجتمع مع الادارة اعرف انا مكمل مش مكمل طلباتي والاحتياجات واللي انا عايزه هيبقى على ارض الواقع هيتنفذ ولا مش هيتنفذ عايز اعرف الدنيا هتبقى ماشية فيه عشان اقدر اخذ قرار ده كان حديث سوريو مع اللعبين فيما يخص قصة مستحقاته هو اتكلم في مستحقات اللعبة فيما يخص قصة مستحقاته قصة نقدر نقول انها شبه انتهت ليه الراجل كان ليه اربع شهور خد منهم شهرين وكمان كابتن حد حسام ميدو مستشار مجلس الادارة قدر ان هو يحل قصة التحويل ان الراجل يحول الشهرين فبقيله شهرين دول برضو الفترة الجاية الزمالك هيحاول خلاصهم لكن مبداين قصة مستحقات اصوله يعني نصها انتهى بان الزمالك اداله شهرين وتحوله كمان لان قصة التحويل دي كان عليها خلاف يعني مكمل ولا لا متوقفة كريمة على صفقات الاحتياجات الادارة هتقدر توفر له وتقنعه ان الامور هتبقى مستقرة وفي صفقات والمشاكل هتتحل لان الراجل عنده عروض والراجل مش مبسوط بالمشاكل اللي حوالين النادي والازمات وكده فيعني خلال الاسبوع اللي جاي ده هيبانك حاجات كتير في المستقبل وصورة المحسن اشرف من شرقي يعني هيجي مصر ولا خلاص الموضوع هتتقفل موضوع انه ايه مصر دوت مصر ماذا اللي هو زمالك اهلي وبيرامدز يوم الاربع اللي فات الكلمته محد من ممثلين اللاعب قال لي احنا لسه قدامنا فترة قلت له طب انتو مش مستعجلين قال لي لا لسه قدامنا شهر تمانية كله طب الامور بتروح لفين قال لي بيرامدز اقرب عرضه في مصر بيرامدز قال لي اقرب عرضه في مصر هو نادي بيرامدز مديا بيشارك دوري الابطال الامور افضل في قصة بيرامدز وبرضه هو قالك احنا شوية في يعني مدائقين من قصة التصريحات اللي اتقالت ان رودا سليم افضل من بن شرقي اللي خرجت من نادي زمالك فمدائقين شوية من قصة دي فهم عنده عروض خالجية للسماء يعني برضه ما حسمش الوجهة 100% ولكن بيرامدز هو العرض الابرز مؤسكر النادي الاهلي مؤسكر النادي الاهلي حسب طلب كولر ان يكون في المانيا والشرك الرائع دلوقتي اللي شغال دلوقتي كل اخراس طالع اجازة هو قدم طلباته قدم تصوره المؤسكر قدم طلبات اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت المؤسكر هو حطله معاد مبدئي يوم 25.8 25.8 القادم ده ما وعد المؤسكر اللي الرجل طلبه وطلب ان المؤسكر يبدأ فيه نظر الارتباطات والاجندة المبدئية طلب المؤسكر يبدأ في 25 طلب ان المؤسكر يكون في المانيا القصة قف عليه على الاتصالات والمفاوضات اللي جارية دلوقتي ما بين الراعل الرئيسي للنادي الاهلي اللي هو من ضمن التعاقد بتاعه ان يقدم معسكر المؤسكر الرئيسي للنادي الاهلي قبل بداية كل المسم هو اللي بيوفر المؤسكر ده للنادي الاهلي القصة كلها مرتبطة بأمور لوجستية أو أمور إدارية هل الاهلي هيقدر هو ولاعبي والكادر كله بتاع النادي الاهلي بالإضافة للجهاز الفني كل الأوراق جاهزة والفياس جاهزة قبل يوم 25 لو بدأت المعسكرة يعني يوم 22 يوم 21 هل تكون الفياس جاهزة والأوراق جاهزة للنادي الأهلي إنه يسافر لألمانيا تعرف قصة التشينجن وقصة والتأشيرات الأوروبية بتأخر شوية هي دي الأمور اللي وقف علىها التفصيل لكن الراجل طلب أنه المعسكرة يكون في ألمانيا وطلب أنه يكون يوم 25 جيمانا بشكرك شكرا حبيبا شرفت نورتك العادة شكرا شكرا